بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ثالث من محاضرة من محاضرات الدراما للمرحلة الأولى طلاب سألوني بالمحاضرة الأولى بالتعليقات أستاذ محمد شلون نقدر نحصل هاي الملزمة بالنسبة لهذه الملزمة موجودة بأغلب مكاتب في كل جامعات العراقية الرابط رابط المكاتب تلقونه بالوصف ادخل على الرابط وتقدر تتواصل ويا المكتبة المكتبة راح تطلب عنوانك وتقدر انت تطلب الملزمة ورجاء اذا انت تحب تشترى الملزمة خلي تكون كلمتك وحدة مو تشتريها وبعدين تبطل رجاء طيب الآن هذه ما موجودة بيدي اف لتدورونا اصلا ماكو لو تشتريها ورقية لو ما تحصلها خلينا نبدأ بدون ما نطول عليكم والنوع الأول من أنواع الدراما الكوميدية هو النوع الفيرس اللي هو المهزلة يعني مواقف سخيفة واسم مواقف غير محتملة يعني الأشياء اللي هي ما ممكن الصير وموجود عندنا هوايا عندنا لهيش اشياء يعني يوتيوب وقنوات يوتيوب وصفحات كثيرة يعني تسوي مثل هيش مقاطع عنه مقطع ما ممكن يصير أو موقع يعني هزلي يعني مثلا على سبيل المثال أكو واحد من اليوتيوبرس اللي ينشر دائما مقاطع فيديو مقاطع مضحكة مثلا واحد يقول للأستاذ يقول لأستاذ أنا تعبان أريد أطلع يقول لك هايا مو مشكلة روح ولا أكو أي مشكلة فيكاتب عليه مستحيلة تصير فهذا هو مشهد مهزة هزلي ضحك أشياء ممكن مستحيلة تصير فهذا النوع الأول نيجي إلى نوع الساتير نوع السخرية وهو إذن التي يعني تسخر أو شو ننقول تعيب أو تضحك على مواقف أو على أشياء يعني شو ننقول إحنا يعني شو ننقول يعني تسخر من نقاط الضعف أو يعني نوع الدعابة لأشياء حدثت بالشكل العام ومن ضمنها مثلا على سبيل المثال مثلا برنامج أحمد البشير يطلع يسخر من المواقف ومن أشخاص معينين وهذا النوع يسمونه الكوميدي السخرية يسخر عن الناس ويقلد ويطلع مواقف هزلية ومضحكة وإلى آخري فهذا راح يكون نوع الدراما الكوميدي أيضا نجعل البلاك كوميدي أو يسمونها هي بشكل عام يسمونها البلاك دراما الكوميدي الكوميدي البلاك السوداء وطبعا من اسمها بلاك يعني سوداء يعني الضحك الأسود أنه أنه أنت أنت تصدق الأشياء الأشياء اللي هي مهمة مثلا يعني الدين أو مثلا الموت أو مثلا الانتحار أنت تضحك وتسوي اسلوب هزلية على هذه الأشياء فإحنا راح نقول عليها أو راح نسميها البلاك كوميدي عندنا أيضا تفراج كوميدي اللي هي الكوميدي المسرحية التي تحتوي على لونين اللون الهزلي والنون الحقيقي as the name suggests كما النام هو معروف it's mixed يعني خلط both كوميدي and تراجدي so there is كوميدي and there are تراجدي we have both of them we have some elements that we consider كوميدي بعض العناصر اللي نعتبرها كوميدي and other elements that we are going to consider it as a tragedy so it's mixed between them إذن خلط between them ومن ضمنها قصائد Samuel Pickett منهم مسرح العبثي waiting for go dot من ضمنها وهو يأكو مع معل أدبي اللي هي تشمل الهزل والجد عدنا نوع الخامس اللي هو بالمناسبة أحب أقول لكم هذا الإشي وجوز ما موجود يعدكم بالجامعة يعني مو بالضرورة يكون الموجودات بالجامعة ولكن هنا شكل عام بالمسرح موجودات فأنا لازم أشرح أن لكم يعني سواء إذا أخذتوهن بالجامعة فتما ما أخذتوهن بالجامعة أنتو لا تدرزوهن يعني أدرس فقط الأشياء اللي أنتو تاخذونها بالجامعة طيب نوع الخامس اللي هو عدنا وهي الكوميدي التي تعرض ذكاء متطور اللي هي تكون فكرة بها أنه نطني يعني أسلوب هزلي ولكن بفكرة ذكية جدا هناك شيئا نظر ذكاء طيب أيضا عندنا الكوميدي كوميدي الأخلاق اللي هي تشمل society اللي إحنا نقول عليها المسرحية مسرحية اللي هي يعني أكون عندي مجتمع معين هذا المجتمع يعني هناك فيه عادة أو مفهوم أو ثقافة مو حلوة يعتبرها الشخص فراح يكتب عنها عمل حتى يستهز عن هذا المجتمع هجاء يعني فهذا العمل نسميه إحنا كوميدي أوف مانرز أيضا عندنا رومانتك كوميدي وهي جدا معروفة هي القصة التي تحتوي على الحب والحب الرومانسية وضحك بنفس الوقت كوميدي وضحك وضحك وحب نفس الحال يعني مثلا شخص يحب وحده ويعني مثلا رح يؤدي أشياء أو تصرفات هاي تصرفات مضحكة فهنا رح نقول على هذا الكوميدي هاي الدراما هي رومانتك كوميدي طيب عندنا الميوزيك الكوميدي ميوزيك الثياتر إز موسلي كوميك إن سم واي اللي هي اللي حنقول عليها الكوميدي الموسيقية واللي هي تشمل في الغالب موسيقى وهذه الموسيقى هي لطيفة وجميلة للجمهور ويعني تحرك خلي نقول نوع من الدعابة ومن الضحك ومن الجمال فنعتبرها إحنا ميوزيك الكوميدي وهي نادرة جدا يعني طيب أيضا عندنا النوع الآخر النوع الأخير وهو نقول علي إحنا السنتيمانتل كوميدي السنتيمانتل كوميدي اللي هو الكوميدية العاطفة يعني في الحقيقة it's not really كوميدي يعني هي مو كوميدية بلايس التي تتضمن على شخصيات رئيسية والتي تتتغلب على سلسلة من التحديات الأخلاقية طب من هذا الشيء إشارة بالمستقبل راح تشوفون وتعرفون شنو إذا أستاذك اللي بالجامعة متحدث على هيتش مواضيع أنت ادرس هذه المواضيع أستاذك اللي بالجامعة ما متحدث على هذا الموضوع فما أنصحك تقراها تطلع عليه نطلع معلومات إليك مفيدات فأنت تشيك جامعة مالتك لهنا ينتهي هذا الفيديو أي سؤال أو استفسار نحن حاضرين نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته